طيب الجزاية الثالثة ودي جزاية مهمة جدا هو ينفع اتحاد او مجلس إدارة اتحاد ياخد قرار ويحط استراتيجية للتحكيم الفترة الجاية وتيجي انت يا كتن عصام تقول بكل بساطة كده بكل بساطة انا ضد هذا القرار يا فندم لو مش عاجبك القرار قدم استقاله وامشي لكن تعدل عن ناس في القرار اللي خدوه وتقول لأ القرار ده ما يصلحش ومين ده اللي يجي يشتغل ويبقى خبير علي لان راجل محاضر في الفيفا والكاف هو فيه محاضر بيقول احتواء ولا روح بروتوكوليا كابتن عصام كابتن عصام بعد تصرحتك مبارح ليس امامك سوى قرار واحد اذا كنت تريد ان تحافظ على تاريخك كحكم داخل الملاعب المصرية ان تقدم استقالة في هذه اللحظات واذا لم يتخذ اتحاد القورة هذا القرار في هذه اللحظات اعتقد ملف التحكيم في مصر يبقى عنده مشكلة كبيرة جدا لان اتحاد القورة تم انتقاضه بشكل مباشر من رئيس اللجنة وقال هذا القرار قرار غريب جدا ولا اتطفق معاه وما حدش استشارني ومش هشتغل واتكلم على الخبير الاجنابي اللي جاي رغم ان اللجنة لسه معلنتش مين هو الخبير بس تتكلم عليه الطريقة اعتقد يعني واضحة ان عصام عبد الفتاح لو كمل والرجل ده جاي احنا عنشوف التحكيم رايح في مرحلة اسوأ من اللي احنا فيها اللهم بلغت اللهم فاشهد وكانت النهاردة مهم جدا اشرح للناس فكرة انا محاضر انا خبير يا فندم لا انت لما رقصت اللجنة او ترقصت اللجنة لا كنت محاضر ولا كنت خبير ودخلت الاتحاد الافريقي بعد ثلاث سنين من رئاستك لللجنة عندي وراء كتير وعندي كلام كتير وعندي كمان جزئة مهمة بس مش هتكلم فيها دلوقتي لانك لما كنت موجود في لجنة الحكام وكنت مسؤول عن منطقة شمال افريقيا كنت بتشتغل في محاضرات مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب ليه كابتن عصام من سنة تم تقليصها لحياتك وبقيت مسؤول عن منطقة شمال افريقيا للناطقين بالعربية والانجليزية ليه ما بقتش مسؤول عن الناطقين باللغة الفرنسية ليه ما بتروحش الجزائر ليه ما بتتكلمش وبتدي محاضرات في المغرب ليه كابتن عصام اعتقد الملف ده لسه فيه تفاصيل تانية وعندي فيه ورق كتير جدا بس نكمل فيه بقرة اذا كان فيه رد ليه النهاردة على الكلام اللي قلناه لانه ما كانش محاضر وبالتالي ما يجي خبير هيطور ساعده انت تساعده لو هيطور انت تساعده وتنفس قرار اتحاد القورة لان ده مجلس دارة هو اللي خد القرار مش حضرتك هراجبت تشتغل في منصب تنفيذي مش في منصب بيحط استراتيجية للتحكيم طيب